طالب العلم للرحمن يسجد دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على سيد خلقه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد أولا يحز في نفسي أنه في شباب واكفين لكن الحمد لله نسأل الله عز وجل أن يأجركم أو نسوي دور رابع عشان نجد حلا أشكر الإخوة والأخوات على حضورهم ومن اللطيف أيضا أن أشكر هذه الفكرة الإبداعية ممثلة في شباب الاعتدال في جامعة الملك عبد العزيز وهذه هي فكرة الإبداع فكرة التجديد أن نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوات التي تراعي العاصر الموضوع المطلوب وهما الاختلاف الفكري بين الشباب أو عند الشباب وتكوين مفكر وعدنا والعودوا أحمدوا أو خالدوا إلى مجلس الجمعة من جديد وأمل أن الله عز وجل يوفق ويسدد ويبارك في العمر حتى نستمر كل شهر إن شاء الله ولذلك البعض رسلني أنه بغنى تواصل فقلت لهم خلص وجدنا هاشتاغ اسمه مجلس الجمعة إذا فيه أسئلة أو فيه حوارات أنا مستعد إن شاء الله أن أجيب عليها إذا لم يتح الوقت للأسئلة بالشكل الكافي الاختلاف الفكري بين الشباب وتكوين المفكر عنوانين كبيرين كانوا مقسوم قسمين بابين باب اسمه الاختلاف الفكري وباب اسمه تكوين المفكر قبل أن أبدأ عنهما أحب أن أبدأ بنبذة مختصرة كيف كان الفكر عند الأمة الإسلامية عند علماء المسلمين وكيف كان عند الغربيين ملامح مختصرة سلف الأمة عليهم رحمة الله ما كانت عندهم أي مشكلة في إدخال العلوم بعضها ببعض ضمن منظومة الإسلام اقتصاد، سياسة، فكر، اجتماع، فلك كل هذا كان موجود أبو حامد الغزالي يكتب إحيا علوم الدين ويكتب تهافوت الفلاسفة ويكتب المستصفة أمور عقلانية في الأصول وأمور فلسفية وأمور تربوية ودينية ويكتب رسالة إلى ولدي رسالة إيمانية أسرية عائلية كل هذه المنظومة موجودة عند المسلمين ما كانت عندهم أي مشكلة في الانفصال إبن رشد عليه رحمة الله إنسان طبيب وعلم الفلك إضافة إلى علم الفقه المقارن وأنت لا تتخيل أن هذا الإنسان بكل علومه المميزة حتى أن الكتابات كتابات عميقة جدا أذكر قبل 15 سنة كنا ندرس عند الشيخ عبد الله بن بيا حفظه الله يدرسنا بداية المجتهد للإمام ابن رشد وكان ينظم الكتاب كلما نجي في اللقاء يحاول يكتب أبيات شعر عن الموجود الموجود أحيانا كلمة أو سطر واحد من كتابة إبن رشد عليه رحمة الله تحتاج ساعة ونص حتى تحلل هذا اللقاء أو حتى تهلل هذا المعنى فإذن أئمة السلف ما كانت عندهم هذه القضايا ابن خلدون اللي اليوم الدنيا كلها تتكلم عن علم العمارة وعلم الاجتماع ويعتبر هو المؤسس وبالمناسبة خدمه الغرب أكثر مما خدمه العرب والمسلمون هم الذين اكتشفوه على وجه الحقيقة ووضعوا له تمثال موجود في بلاد الغرب من الطرائف والنكت لأننا نحن محن قارين بالشكل الجيد كنا قبل بضعة أشهر مناقشة طالب دكتوراه في الجامعة في جامعة مكة فعلى طاولة المنصة مجموعة من الدكاترة هم ما في شك أهل علم وفضل لكن عشان نعرف أين الثغرات الموجودة فنصدها ونحاول نتجاوزها ونبني عليها فالطالب كان يتكلم والإمام ابن خلدون فجاء يعقب عليه المناقش يقول له لماذا وصفت ابن خلدون بالإمام قل هو عالم الاجتماع حتى تعطي كل إنسان حقه ومستحقه فكان بجوار أحد العلماء الأجل نحن من المشاهدين في لجنة المشاهدة فما لا علي وقال غريب هذا المناقش يعني الإمام ابن خلدون قاضي مشهور فملت عليه كذلك وقلت وهو أستاذ الأزهر كان يدرس الأزهر في العلوم الشرعية فأخذ عن الإمام ابن خلدون هو رجل فقط في علم الاجتماع والعمران والسياسة وبناء الدول وإلى آخره لكن نسي أنه القاضي القاضي الفقي ونسي أنه أستاذ الأزهر الذي درس سنوات طويلة من عمره ليش؟ لأن أهمة السلف كانت هذه المنظومة موجودة ما عندهم أي مشكلة في الأفكار ولا عندهم أي مشكلة في العلوم الإنسانية وعلوم اللسانيات وغيرها الغرب استفادة كبيرة من هذه الأفكار من هذه المنظومة الواسعة ونجدهم قدسوا هؤلاء إلى إمه وانتبهوا لهم وقدرهم أصبحوا كل سنة ينشئون دورات ويقدمون دراسات مختلفة لا تستغرب أنه أكثر من مئة رسالة دكتوراه عن إبن خلدون ولا مئة رسالة دكتوراه عن الإمام الغزالي وأمثالهم الذي استنبطه الغرب أكثر من بلادنا العربية والإسلامية ومن الطرائف أيضا أنه في رسالة دكتوراه أو الماجسير للعلامة الشيخ محمد الحسن الددو فكان يناقشه أحد العلماء يقول له أنت لماذا قلت كلمة الإمام الغزالي الغزالي أبو حامد يقول له هذا سميه العالم أبو حامد الغزالي فقال ما وصفه الإمامة عندك يعني هو عنده أبو حامد الغزالي صاحب حي علوم الدين اللي عنده شوية تحديث ضعيفة وشوية تحديث موضوعة وانتهينا لكن أبو حامد الغزالي هذا العقل الفيلسوف الأراقي جدا لم يقرأه القراءة الصحيحة واحد الشعراء يقول أن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى تصيب بها طريقا مصنعي الصنعة دي ما تعتبر صنعة حتى تقول لي فن المصنع فشوف مصنع أبو حامد الغزالي والكتب اللي ألفها وبعد يقول لي من هو أبو حامد الغزالي أما تروح تقرأ كتاب صغير وبعض العلماء قال فيه أحاديث صحيحة وضعيفه خلاص وهذا أبو حامد لا الصنيعة لا تعد صنيعة إلا إذا أصبت بها طريق المصنع فحصل حتى في عصرنا ارتباك مين هذا ومين هذا وكيف هذا وكيف هذا لأن القراءة كانت قراءة مبتسرة أو على حسب الموجود في الكتيبات أو الموجود في الإنترنت في بعض المقالات فكان هذه هي الدراسة الحقيقية لهؤلاء الناس وهؤلاء أخذوا جهد هائل وكبير الغربيين كذا كلقطة سريعة موضوع معاصر يوم الدموقراطية والحرية هم عاشوا في تخبطات شديدة يعني أرسته في المقالات الثمانية ليعدوا الأبو المعرفي لأبو الدموقراطية الحديثة اعتمدوا عليه هذا أرسته لما جاي يتكلم دولة الدساتير والنظم والقوانين والحريات وإلى آخره قال هذه الحريات مفتوحة لكل الناس والإنسان ونبيل بولادته من أول ما أنت توجد أنت نبيل بنفسك طب بعدين قال ولكن لا يدخل في تشكيل النظم والدساتير والقوانين النساء عذرا يعني والحرفيون والعبيد هؤلاء منهم علاقة لا بالنظم ولا بالدساتير ولا يفهموا فيها أصلا شيء هذا نظرية الفلاسفة اللي هم عدوا الغربيين هذا أبوا الفلاسفة بعدين لما جاي ششرون قال لك لا نحن نحط نظم والدساتير والقوانين ولكن لا تكون إلا للدول الإمبراطوريات اللي نحن خاصة بنا لا تكون للدول النائمة اللي نحن اليوم نسموها الدول النائمة وبعدين لما جاي جان جاك روسو هو الذي قال ينزع الإنسان حقه النفسي ويرجع إلى حق الدولة الدولة التي تشكل من الناس وتصير هناك الحق الطبيعي والحق المشترك وهذا كلام في 1460 ميلادي فاعتبروا الغربيين اليوم 1460 ميلادي منطلق الحريات والقوانين والنظم والدساتير وقبل إيش كنتوا تفكروا؟ كانوا يفكروا بهذه الطريقة ناس عبارة عن عنصريات في تفكير الدموقراطية وعنصريات في تفكير الحقوق والمساواة إلى أن اختلفوا فيما بينه والكنيسة دخلت وهذا أمر يمكن أكثركم يعرفه دور الكنيسة وقام أمين الخولي رحمة الله عليه العملاق الفيلسوف الكبير أمين الخولي ألف كتابه الشهير الذي أسماه إصلاح المسيحية أثر المسلمين في إصلاح المسيحية كتاب صغير الحجم لكنه عميق أنا استغربت إن وجدته فيه جرير فشكرتهم قلت لهم اهتمامكم بهذه النوعية من الكتب يعتبر أمراً راقياً جداً أحسن من الكتب السريعة والخفيفة هو اللي تجيب أموال أثر الإسلام في إصلاح المسيحية لما تقرأوا مثل هذا الكتاب كيف تأثرت المسيحية بفكر المسلمين وبمنهج المسلمين وبعقلهم من عصور البدايات قلنا هذه النظرة روحوا لإبن تيمية مثلاً كيف كان يناقش الفلاسفة كيف كان يحاورهم يكتبوا الكتب التربوية الإيمانية يكتبوا الكتب العقدية بعدين كتابات كانت سريعة جداً حاضرة أذهانهم سيالة للمعلومات والثقافات واحد زي ابن القيم تلميذه يروح ماشي على بغلته مسافراً ويجي حوله الطلبة فيكتبون فينقلهم المعلومات من راسه فتكتب المعلومات فينشأ كتاب زاد المعاد في ستة مجلدات أول طبعة حصلت عليها من شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد القادر الأرنقوت أول طبعة سلمني إياها من طبعته كان طبعتها دار الرسالة عبد القادر الأرنقوت حقق الكتاب هذا الكتاب كله بضخامته ستة مجلدات فيه مناقشات فقهية وعلمية وتربوية وفلسفية خلاصة هذا الكتاب الذي هو في أساسه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن فلسفة الإسلام فيه هذه النظرة كلها كانت موجودة عند ابن القيم عليه رحمة الله ينثرها نثراً يتكلم بها كتاب المبسوط للإمام السرخسي عليه رحمة الله الآن جامعة مكة تحقق هذا الكتاب حيث يطلع يمكن بعد عشر سنوات تقريباً لأنه عبارة عن عشر رسائل دكتوراه لازمنا نحن في باب العبادات ما انتهينا كل طالب حيقض ثلاث سنين بحر هذا الكتاب في السجن واحد في بئر مسجون وقاعد يتكلم فطلع في قرابة هذه المجلدات الهائلة اللي تحتاج تفرغ عشر سنوات عشان نحقق المعلومات التي فيه ومن اسمه مبسوط بسطته وكانت عقولهم لأنهما عندهم أفكار وعندهم روح وعندهم تذيون وعندهم إيمان وعندهم فهم كان سبحان الله ما راح يحطوه جوه بير يطلع بالعجائب يعني زي الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ولا بالجزري صاحب الدرة ما في علم قراءات اليوم اللي فيه جامعة من القرى والأزهر الشريف لا يستطع واحد أن يرفع رأسه بعلم القراءات اللي لازم يقول الدرة ولا يقول الشاطبية أحدهما كتبت في البيئر 114 بيت تقريباً ولكنها من أصعب الأبيات لأنها وجدت في مكان صعب هذه اللي بعدين كتابة بيت الشعر نفسه لما كتبه كل كتابة في بيت الشعر يعني عجيب هذا لو كانت له أبواب مفتوحة إيش كان يسوى يعني تقرأ مثلاً في بعض الأمثال ومالكي حز فز والصراطة في هسجلة تقول هذا إيش قاعد يسوي إيش قاعد يقول لكن هو قاعد يعطيك من كل بداية حرف مكان لعالم أو مكان لقارئ من القراء يقصد به إقرأ بقراءة فلان من خرال كتابة الجملة هذه وكتابة هذا الشعر يعني إبداع في كتابة الشعر وإبداع كذلك يعني مثلاً ومالك حز فز يعني إذا أخذت سورة مالكي يوم الدين مالك مالكي يوم الدين أو مالكي القراءة الثلاثية حز يعني إذا حزتها فزت هذا النظر النبواشر لكن مالك حز الحا هذا يعني بقارئ والفا يعني بقارئ فهو يقصد أحد القراء ويقصد إذن المعنى تقرأها قراءتين أي إبداع هذا هو موجود في مكانه إذن أم الإسلامية موجودة فيها الإبداع وفيها الفكر وفيها التطور وفيها التجديد إلى قبيل نأخذ كذا ننتقل إلى مرحلة قبل السقوط الخلافة العثمانية كان فيه تجديد وكان فيه مجتهدين الشوكاني ومن قبله وعليه رحمه الله لكنه كانت فيه إطار محدود إطار ضيق جدا سقطت الخلافة في 1924-22 مارس 27 رجبه في 1942 وفي 1942 هجرية هذا السقوط إنحدار كامل وجاءت قضيتها الاتحاد والترقي بالمناسبة سألني واحد مرة في وزارة الشؤون الإسلامية بس يعني هم جزاهم الله خير بس أنا أقول لك واحد سألني قال لي الله يهديك لماذا تتكلم عن الاتحاد والأهلي في الخطبة قلت والله ما أتذكرني تتكلمت لكن قال لي كانت الأولى أنه نحن واليوم تعرفوا الهلال والنصر وكذا فقلت له ما أتذكر الله في الخطبة قال لي أنت تتكلمت وفي واحد الله يعني إجزاب الخير كتبوا وكذا فلما شفت قلت يا أخي أنا أتكلم عن الاتحاد والترقي الماسونية كنت أتكلم عن سقوط الخلافة خطبة قبل 15 سنة ما لي علاقة لا بالاتحاد ولا بالأهلي ولا لي علاقة بأي شيء يعني موضوع مختلف تماما فكوائس أنني لم أكتب عليها تعاهد وقتها فأرجع لي أقول اتحاد والترقب الماسونية كان عندنا مشكلة ومشكلة خطيرة في التدخل وجاء قضية جمال الدين لفغاني ومحمد عبد نحن نتكلم عنهم شوية طيب بعد سقوط الخلافة بدأ أشبه ما يكون بمراحل مرينا فيها في الفكر وفي المعرفة والثقافة أول شيء كنا مشتتين سايكسو بيكو كل دولة منقسمة عن الدولة الأخرى كنا في اتحاد خلافة واحدة بعدين قسمونا زي ما يقول أحمد مطر وطني ثوب مرقع كل جزء فيه مصنوع بمصنع نحن مختلفين وبعدين لما نجب يتكلم عن وضع البلاد العربية يقول لك فتقوس الذبح شأن داخلي فتقوس الذبح شأن داخلي يعني بلد من البلدان قاعد تقتل شعبها نحن ما لدينا علاقة هذه أمور داخلية ونحن كنا خلافة واحدة كل واحد يسأل عن الآخر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فأخذ يسأل من يعني أغضب هذه الحمامة في وليدها الصغير وقال شوقي قصيدة الشهيرة من أخبر الورقاء يعني الحمامة أن مكانكم حرم وأنكم ملجأ للخائف عليه الصلاة والسلام يقول كيف عرفت الحمامة أنك انت الملجأ يا رسول الله فجاء الإسلام يعلمنا هذه المنطقيات العالية جدا لما يجي في عصر عمر الخطاب والصحابة الكرام يدخلوا إلى جهة سور من الدولة الفارسية وتسير حروم مطاحنة وطويلة وعريضة ويقتل من يقتل وحرب مشبوبة وبعدين يأتي الأعداء يعرفون أن الوضع انتهى فيكتب أحدهم رسالة ويأخذ الرسالة بلغته وكان في المسلمين عندهم عقل وعندهم فكر وعارفين لغات القوم الآخرين فيكتبها في جلد أننا قابلين للإستسلام وسنفتح الأبواب بس بشرط واحد هذا الشرط أنكم تدخلوا بسلم ما تدخلوا بحرب إجا الفرق بينهم لما ندخل المسلمين دولة بالسلم لك هناك مناهش فقية لا تعتبر هذه الآن بالنسبة لك دولة حرب وأنت تأخذ غنائمها لأن اتفقوا إياكم اتفاقات كتبت هذه الرسالة من فوق السور قراءة أحد المسلمين المعركة شغالة والقتل والرماح قاعدت تضرب بعدين قراها فرد عليها لا مانع إذا أنتم فتحتموا الأسوار نتفاهم معكم وفعلا لأنه ليس الغاية الغاية أن نعرفكم الإسلام ما عندنا شيء آخر أما إذا دخلت إلى هذه الدولة بالفتح الإسلامي نحن أخذ الغنائم الموجودة وفيه سبي وفيه وفيه لكن لا إذا كان بالتفاهم شيء آخر فرد عليه لا مانع ولما جاءت الحرب فتح الباب فدخل المسلمون يدعوا إلى الله وفي نفس الوقت يحصلوا على الغنائم الموجودة فقاله ماذا تفعلوا؟ خلاص نحن أرسلنا لكم فأنتم وافقتوا وأرسلنا لكم رسالة قال من؟ فقال هذا فلان الفلان هو الذي رد علينا كيف ترد والحرب شغالة الحرب مشبوب الآن قال والله كتبه فرددت عليه طيب ماذا نفعل؟ هل هذه بلاد حرب وفتحناها؟ ولا كانت بالسلم بعد من قتل مننا من قتل وتعبنا أيام وليالي قالوا ما نعرف ما الحل؟ لا الحل نرجع إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب نروح يرسلوا إلى عمر الخطاب طبعا عبر البغال في الصحراء وفي حرب إلى أن وصل إلى أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين قتل مننا من قتل وفاة في اللحظات الأخيرة شوفوا ممكن الفكرة كيف تكون في اللحظات الأخيرة يا أمير المؤمنين عمر الخطاب وفي جايين نفتح البلد استسلموا وأرسلوا رسالة واحد مننا الله يهديه رح كتب رد عليهم وممكن ينتهي الموقف فجاء أمير المؤمنين قال كتب واحد قال واحد فقط رد قال ويسعى بذمتهم أدناهم هذه بلد هدنة بينكم وبينهم هدنة طب والقتل والحرب والإبادة واللي حصل انتهى الموضوع لا يحق لكم أن تدخلوا أبدا سايكس بيكو اليوم خلفت فتقوس الذبح شأن داخلي إن قتل المسلمين ما ينقتل نحن ما نعلاقه في الدلدان العربية هم ما ينقتلوا في سوريا هم ما ينقتلوا في العراق تقوس الذبح شأن داخلي والأصول الدولية تمنع المسة بأوضاع البلاد الداخلية نحن ما نقدر دولة وتدخل في دولة ما في سيادة تكون دولة من أين أعطينا هذه السيادة ما كانت موجودة في عصر المسلمي هذا الكلام سايكس بيكو جوازات وحدود غير موجودة فتقوس الذبح شأن داخلي والأصول الدولية تمنع المسة بأوضاع البلاد الداخلية إنما أداة استثناء في اللغة إنما نسمح أن تدخل أمريكا علينا هذه أداة استثنائية هذه إنما نسمح أن تدخل أمريكا علينا في شؤون السلم وفي الحرب وفي الأكل وفي الشرب وحتى في الملابس الداخلية فإذا ما ظلت التيجان تلبع وكلاب القصر تبلع وإذا لم يبقى من أراضينا سوى متر مربع فارزقنا يا ربي جنسية أمريكية لنحيا كراما في البلاد العربية شايتين؟ هذا سايكس بيكو وكذا كنا أسر كل واحد سار عنده علم وهذا العلم هو الذي يفتخر به طب وكنا مع بعضنا البعض ويسعى بذمتهم أدراهم هذا حتى على غير المسلمين مش على المسلمين فقط لا حتى على غير المسلمين وأثروا الإسلام في إصلاح المسيحية كل هذا اختلف بعد سقوط الخلافة بعدين جاءت قضية البعثات والكنيسة ساروا هما يرسلون بعثاتهم ومعهم التعليم فيروحوا للمصر يروحوا للسودان يروحوا للبلدان المختلفة يبنوا الكنيسة ويبنوا جنبها المعهد يقول لك تعالنا تطور فكريا وبعدين يأخذوا الناس ويبتعثوهم إلى بلاد الغرب وعندكم المفكرين الذين تعرفونهم كيف انطلقوا من البلاد الخارجية وجاءوا وراحت القصة الشهيرة قصة هدى شعراوي إذا راحت إلى ميدان التحرير إلا لهم ميدان التحرير حق مصر وأخذت العباية والمصفع ثم مزقتها وانتهى عصر الإسلام لأنهما بالنسبة لهم طب إذا كان رمز ما تخلي المرأة تلبس مصفعة وعباياتها تتنقب تلبس اللي تبع تلبسه إيش المشكلة؟ لهم يفهمونها تماما إن هذه القضايا لها علاقة بالفكر لأنه ليس قضية قطعة لا لا هي عبارة عن أفكار وعبارة عن مفاهيم في حياة المسلمين فجاءت ربة هدى شعراوي زينب الغزالي زينب الغزالي صاحبت أيام من حياتي من أهم وأثر كتب يعني التاريخ المعاصر اليوم أيام من حياتي فزينب الغزالي في العشرينات من عمرها متزوجة كانت واحد تاجر كبير وقصتها معروفة لما انحرقت بعدين جاءت هدى شعراوي ربتها قالت لها يا هدى أنا أبغاك تروحي إلى موقع الأزهر وأنتوا عارفين الأزهر ماذا كان يعي أو ما كان مفهومه عند غير المسلمين حملة نابليون ولما كتب جلال كشك كتابه الشهير جدا ودخلت الخيل الأزهر دخلت بخيولها وربطوا أكرمكم الله الخيل داخل أسوار الأزهر وأخذوا علماء مصر وذبحوهم عند باب الأزهر معروف هم يعرفون أين يفكرون يعرفون أين ينطلقون هذه أمور مسلمة عندهم ثم قالوا مثل فرعون سبحان الله نستحي نساءهم ويأخذوا نساء مصر والجبرتي المشهور المؤرخ العملاق لما كتب تاريخ مصر قال ربط نساء مصر أنفسهن ورمينا في نهر النيل كل نساء مصر في تلك الفترة العفيفات الشريفات رموا نفسهم بالنيل قال ولا يمسنا فرعون العصر يوم ما دخل نابليون بحملتي فهم يعرفون أين يتجهوا فهذا الشعراوي اللي تربت وأخذت الفكر الغربي وتشربته تماما قالت يا زينب أنت المطلوب منك أن تروحي في عقر الأزهر ولما يتكلموا العلماء الأزهر ناقشيهم عندي أسئلة ارفع يدك ويسألي قول لي لماذا قطعت القماش هذه لماذا تحاربون لماذا دينكم عنده أربع نساء ولماذا هذه الأسئلة الشائكة وهي عند المفكر وعند العالم غير شائكة فجاء عالم أزهري يتكلم زينب الغزالي موجودة قال لها هذا العالم بدأت تسأل في المحاضرة قال لها يا بنتي هذه المحاضرة سلسلة من ستة محاضرات اسمعي مني هذه المحاضرات الستة كاملة ثم انقلوا عني هذا الكلام سأنزل أنا إلى الأسفل وتأتي هذه الفتاة إلى الأعلى لاحظوا في أي صرح في صرح الأزهر يعني ما في مانع في أي صرح علمي ممكن نحن نناقش بهذا الأسلوب علماء كانوا يعرفون أنه نقاش الطبيعي النقاش حق للإنسان فما في مانع أنك تناقشين ما فيش اسمه ممنوع فأخذ قال لها يا بنتي أنا أتكلم ستة محاضرات واسمعي عني سأنزل وتطلع عني وتقولي ستة محاضرات بعدين نسأل بعض علشان يقول كل واحد قال لي اللي عنده بالتمام والكمل وكان هذا من ذكاء العالم سمعت ستة محاضرات ففهمت فلسفة الإسلام في المرأة وأدركت أنها كانت مشوشة مغيب عليها راحت لي فين؟ راحت ليهودة شعراوي اللي أخذت عباياته مصفاعة وحركتها في ميدان التحرير الموجود اليوم وسمي ميدان التحرير معاصرا على هذه القصة بس حقيقة هو التحرير السابق في الثلاثة وخمسين وفي غيرها فقالت يا زينب هذه هودة الشعراوي خلاص مدامي تحت تتحولها إلى إسلامية باللغة اليوم إخوانجية ما أنا ما عارف يا كانت تفهم ولا ما كانت تفهم لأنه عندنا عبارات جاهزة مطاطة كل واحد نعبر له هذا التعبير فلطالما أن هذا تفكيرك فأنا عندي فكرة أنك لا تتكلمي ولا أنا أتكلم يعني نحترم بعضنا أنت فكر وأنا فكر فكر متضاد ولكن نتعاهد أن لا يمس أحدنا الآخر أنت روجي فكرتك وأنا أروج فكرتي فعاهدتها زينب قالت خلاص ما أمسك كشخص إنما أنقل فكرتي وهذه الأيام وتعرفوا قصة زينب الغزالي وش سار لا وش حدثناها مع جمال عبد الناصر لما دخلت عليها الكلابة كرمكم الله البلوسية وقصتها الشهيرة وبعدين قالوا يقتلوها فما قتلت فقال عبد الناصر خذوها وسلسلوها وأتوا بها مسلسلة فقال لها يا زينب أنت ما تخفيش أني أماوتك فقالت لعبد الناصر يا عبد الناصر لو كان الأمر إليك لراكعت بين يديك لو أنت أنت اللي تملك وتؤمر وتنهى وتميتني وتحييني لراكعت بين يديك بس ما تملك شيء ومات جمال عبد الناصر وعايشت زينب الغزالي ونزرتها لما سار عمرها 86 سنة تقريبا في بيتها رحمة الله عليها المقصود فبعد العمر الطويل جاء وفاة هدى شعراوي فأرسلت مباشرة إلى بيت زينب جيبوا لي زينب الغزالي بعد العمر الطويل أنا أريدكم تتخيلوا كلمة فكر أين تتجه الأفكار فغابت زينب عنها وابتعدت عنها هذه فين راحت وهذه فين راحت لما حانت لحظة الوفاة جاء بها فدخلت زينب عليها في آخر دقيقة قبل وفاتها فقالت لها يا زينب مد يدك لي فمدت يدها هدى شعراوي هي في لحظة الوفاة إلى زينب مسكت يدها قالت لها يا زينب أنا أريد أن ألقى الله ويدي بيد امرأة طاهرة دينة شريفة فهي كانت تعرف أين تتجه وكانت تعرف أنها في غواش في حياتها هل هي المادة؟ هل هي الدنيا؟ هل هو الإعلام؟ هل هل؟ أسئلة كثيرة لكن في اللحظة الأخيرة تنبهت ووصلت الرسالة إذن عندنا فترة سقوط اللي عبارة عن سايك سوبيكو انحلت الأمة الإسلامية سأل كل واحد مشغول بنفسه ويعتقد أنه هو الصحيح وغيره لا وهذه دولة سنية وهذه دولة غير سنية وهذا الأهل عقيدة وهذا غير أهل عقيدة وهكذا ثم بدأت مرحلة تطور يعني مع مرحلة انبهار قلنا فيه شيء اسم مرحلة الكنيسة كنيسة وجنبها مدرسة التعليم هكذا كان الغربيون يفكرون عشان ينهار الفكر الإسلامي كله في هذه اللحظة بدأت بوادر بوادر فكر إسلامي هنتكلم عن الفكر بعد شوية لكن شيء جديد غير مألوف واحد زي جمال الدين الأفغاني من اسمه الأفغاني واحد محمد عبدو تلميذه وطبعا تكلم عنهم كلام طويل عريض قال الحمد لله الدكتور محمد عمارة جزاء الله خير طبعا المجموعات الكاملة لهؤلاء اللي يشرق فيهم وغرب هؤلاء ماسونيين هؤلاء غير إسلاميين هؤلاء صنيعة غربية وبعد ينجي واحد مفكر كبير زي محسن عبد الحميد العراقي جمال الدين المفترى عليه المهم يمين ويسار بس الحمد لله الآن الكتب بين أيدينا نستطيع أن نحكم ونعرف ماذا كانوا يقولون الكتابات بين أيدينا موجودة والمخطوطات الحمد لله الآن كلها معروفة لا شك أنهم كانوا يخدمون الإسلام عندهم بعض الأخطاء عندهم بعض التصورات أمر آخر اقرأوا تفسير محمد عبدو لا تصدقون أن هذا المفسر قبل سيد خطب لا تفكرون أن هذا يفسر بهذه الطريقة طريقة جديدة في التفسير غير مألوفة إلا وقال حدثنا 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 أبا حبا قال حدثنا 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 أبا بمعنى حبا بين فاكهة وأبا فما عادي جدا تلاقيه في التفسير وهذا جيد ولكن ثلاث أربع خمس ست سبع صفحات بيأسانيد مختلفة لمعنى واحد هذا جاب تفسير جديد غير مألوف له محمد عبدو كتبه مطلوعة والحمد لله طالب العلم للرحمن يسجد دينه الإسلام والقدوة أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو كضحى الشمس جميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر